السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله وبركاته وزيك شباب بقى قبل احمال في اليوم ده ازايا تعمل حساب على نتفلكس وتدفع اشتراك شهري من خلال فوري من خلال مكانة فوري او من خلال تطبيق فوري بطريقة سهلة بسيطة فبدراجتين نلوحة منصفها جوجل ونكتب نتفلكس بعد كده تجيل الدهول وندخل الخرار ده بعد كده ندخلها اكمل اللي هو كوم بالتجيل الان هندخل الخرار ده طبعا هكدت شرحة ازايا تعمل حساب على نتفلكس وتدفع من خلال فيزا لو انت مش معاك فوري وهاسف عم خلال فيزا فرابط الفيديو فهو لتعاج مسبب بقى منصفها اخر ده بيقولك دخل عنوان بايدك الاكتروني بدخل عنوان اللي هو الجيميل وبعد كده ندوس على كلمة البد بتاع شباب بعد كده ندوس على كلمة نيكست بعد كده نطلب منك تعمل كلمة سر للحساب بتاعك بعد كده نعمل كلمة سر تكون قوية طبعا بعد كده نتوافق على الشروط بعد كده ندوس على كلمة نيكست طبعا يا شباب فنعم بيقولك اختار خطتك هندوس على كلمة التالي هل انت عايز خطة تصوير فور كي فيبقى الاشتراك عالي او عايز متوسط او اساسي هندوس على كلمة نيكست واختوف هاملوك الفور كي عامل تلاتة دولار يعني مية خمسة وستين جنيه اما لو انت هتشاهد عن طريق فول اتش دي فبدأدفع مائة وعشرين في الشهر هتشترك من خلال الاساسي اللي هي جودة سبعمة ومائة وعشرين هت بدفع سبين جنيه فتختار البقاء اللي تنسبك بعد كده بعد ماذا تختار البقاء هندوس عاكمة نيكست تمام شباب بعد كده اندوس عاكمة ادفع من خلال فوري طبعا لو انت عايز تدفع من خلال الفيزا فهي سيب لك فيديو وحده كذلك اذا تدفع من خلال فيزا اي مشرح هذا في خلال الفوري هدوس عكمة ادفع نجدي اللي هو فوري. بتاعي شباب. بتاعي شباب. هنا ادخل رقم من التلفون عشان بعت لك الكود المرجعي اللي هتدفع من خياله. هدخل رقم من التلفون. بعد كيه دوس عكمة توفق على الشروط انا موافق. بعد كيه بد الوضوية. هدوس عرضي. فهنا ده الكود المرجعي. بروح اخذ الرقم ده. واشحل من خلال تطبيق مايفرع الموبايل او من خلال اي تاجر معاك مكة فوري. ادفع اخذ الكود ده. اقول له اعاز ادفع سبعين جنيه على الكود ده. اخذ نسخ الكود ده. تلشباب انا ادفع من خلال الموبايل من خلال تطبيق مايفور. فتر عازد ده من حساب على مايفور وكمان بدلا لو انت معندكش مكة فوري. فاسب لك فيديو ده كزا تامن حساب على مايفور وتربط الفيزة بتاعك بالحساب. بنخش على تطبيق مايفوري. بعد كيه بدوس عكمة فوري باي اللي احنا هدفع من خلاله. اللي هو الكود المرجعي هندوس عكمة فوري باي طبعا شباب بعد كنا بتدخل لازج للكود المرجعي بنحط هنا بعد كنا بتدوس عكمة لازج بعد كده بندوس على كلمة استمرار فهنا بتجي لك ما ببيانات المعاملة فبندوس عكمة ادفع 72 طبعا هنا ما يقول لك اللي هو 72 الاجمالي فهندوس عكمة ادفع طبعا شباب وطبعا الدافع من خلط تطبيق أسرع واسهل من المكنة فهنا هنا تم الدفع بنجاح بنروح على الصفحة لازج 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 لاز بعض أشخاص بأسام مختلفة بحيث لو حد منقف كل واحد فرد من علا يبقى ليه اسم يعني كل واحد يبقى ليه منف شخصي هو اللي يسمع براحته هدخل الاسمي وهدوس على كامة التالي مع كامة يوسلك الأسامة اللي انت دخلت هذه كلها لها ملفات شخصية هل فيه منف شخصي منه اسم طفل او استخدام هيستخدمه طفل فلو في اسم انت عايز ابنك يبقى ليه منف شخصي الوحدي فبدوس على كامة اللي هو طفل اما لو كل اسام يعني مش هطفال فما تعلمش على الخيار ده ونقوم براحته لك انا نقوم 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 براحته لك انا نق عاكم التحميل الان بيقول لك ان انت حامل التطبيق عشان ان تقدر تستمتع بالمشاهدة. يا شباب كده احنا عملنا حساب وفتحنا التطبيق. فيجي لك الاسامة او ملافات الشخص اللي انت عملها. فتدوس عاملها في الشخص اللي انت عايزه. طبعا دي بتاع افراد العيلة. لو حد كل واحد يبقى لي ملافة الشخص الوحدي. فتدوس عاملها في الشخص اللي انا عايزه. وبعدها ندوس عاكمة اللون واللي هو السماح. لكل اشهارات وكل حاجة. وطبعا الحساب ده ينفع تفتحه من خلال الليب توب او الكمبيوتر او من خلال شاشة العرض. اي ان كانت متاح. فتقدر تستمتع بالافلال مسلسلات الاول عرض بتجسالة بسيطة. ويبس كده اعرف في المساعدة لايك ويصف.